هنا نروح لمقر جريدة الشروق ومرسلتنا العزيزة نورهان طمان نتابع معاها أهم الأخبار في الصحف والمواقع المختلفة نورهان أنا بسبح عليك تابعا في البداية وأكير عايز أعرف منك أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المختلفة لو تطمينينا برضو على الحالة المرورية يبقى كويس جدا تفضلي يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير على كل مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان نحن هنا زي ما قلت من مقر جريدة الشروق نتلاعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم يمكن الحالة المرورية قبل ما نروح لأخبارنا كانت الحد كبير جدا جيدة وأفضل من الأيام الماضية على رغم أنه دايما يوم الثلاث فيه ناس كتير يعني ما بتحبش يوم الثلاث ولكن الحالة المرورية كانت يعني أفضل بكتير على الأقل من يوم الحد اللي كان طبعا أول يوم عمل مباشرة بعد الأجهزة الطويلة القطاعات مختلفة كانت يعني حصلت عليها أول خبر معنا هنا من مقر جريدة الشروق من موقع صدى البلد ويمكن موقع صدى البلد صلت الدوق على قرارات مجلس دورة النادي الأهلي اللي خرجت يمكن بعد الاجتماع اللي تم أمس فيه طبعا مقر النادي بالجزيرة وبعنوان تعرف على قرارات مجلس دورة النادي الأهلي عقد مجلس دورة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب اجتماعا بمقر النادي بالجزيرة لمنقشة العديد من القضايا والملفات الهمة لتقص قطعات النادي المختلفة وكان لفرع النادي الأهلي بتجمع الخامس نصيب الأسد استعرض المجلس في بداية الجلسة جدوى الاستلام الوحدات والمباني والملاعب والمقرات الإدارية في فرع النادي الجديد طبعاً تمهيداً لافتتاح الفرع قريباً إن شاء الله للأعضاء بالإضافة إلى أن الجلسة أيضاً تطرقت إلى طرح مزايدة عامة للمنافذ والمطعم الرئيسي للفرع كمان اعتماد المجلس أعمال الزراعات وشبكات الرئي في فرع النادي وإسندها لإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال وأخيراً اعتمد المجلس الرسوم الخاصة ببرنامج الإدارة المالية وذلك لما كانت وإدارة كافة المعاملات المالية بالنادي ويتاني خبر معنا من صحيفة الشروق مدرب ويستهام محمد صلاح ظاهرة ومن الصعب تقبل بقاءه في ليفربول أكد الإسكتلندي ديفيد مويز مدرب نادي ويستهام أن محمد صلاح أصبح ظاهرة في الملاعب الأوروبية في تصريحاته التلفزيونية لنقلها موقع وجريدة الشروق صباح اليوم وأكد كمان على أهمية بقاء محمد صلاح داخل أرويق ليفربول في الفترة المقبلة وطبعاً ده بعد إعلان التجديد لنجمنا المصري سلاسة أعوام قادمة إن شاء الله داخل قلعة طبعاً أمفل قال مويز في تصريحات الفيزيونية أنه من الطبيعي أنه المفاوضات بين محمد صلاح وإدارة نادي ليفربول كانت تأخذ كل هذه الفترة لأنه كل طرف كان يريد الحصول على أفضل الشروط ومن جريدة الرياضية السعودية ولازال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بيسطر التاريخ في الملاعب الأوروبية وبعنوان إبرا خامس عواجيز إيطاليا كمان خلينا أقول لكم أنه تقرير الرياضية السعودية صلت الدوق على أرقام طبعاً السويدي المعجزة إبراهيموفيتش بعد طبعاً تجديد عقده وإعلان نادي ميلان الإيطالي تجديد عقد اللاعب لموسم قادم إبراهيموفيتش أصبح خامس لاعب في الدوري الإيطالي من حيث الفئة العمرية والتقرير قال إنو بريموفيتش لو شارك في ختام مباراة الدوري اللي حصل عليه طبعاً نادي ميلان هيكون خامس أكبر لاعب داخل الدوري الإيطالي عن عمر 41 عام و8 أشهر منذ بداية البطولة في نسخة 1929 و1930 وآخر خبر معنا من صحيفة الشرق الأوسط الادعاء السويسري يستعنف ضد برائد بلاتر وبلاتيني ومسلسل المحاكمة مستمر تقدم الادعاء الفيدرالي السويسري باستقناف ضد برائد سويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق أيضا للاتحاد الأوروبي لللعبة في قضية الاحتيال المالي وذلك لأسباب تتعلق بالإجراءات الرسمية حتى الآن وطبعا كان بعد محاكمة استمرت ست سنوات حصل بلاتيني وبلاتر على البراءة في 8 يوليو الجاري ولكن زي ما قلنا لكم الدعاء الفيدرالي قرر أنه يستعنف ضد الحكم وده على رغم من براءة زمتهم المالية في القضايا اللي كانت مقدمة ضدهم دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة الشروق شكرا لكم جدا وعودا إلى الستوديو شكرا لك جدا يونيرهان شكرك على هذه التخطية الأكتر أكيد من رأيها